أهلاً حباً أهلي شوقاً وأماناً يقصي الأحزان قبل أن يبدأ، فهلاً لا يتفظ قبل أن يبدأ، وماذا الكلمات التي تكتبها؟ من؟ الكلمات التي تكتبها في العربي؟ في كيفية، كيف تكتب؟ كيف تكتب؟ رأيك، الصف في الحروف تكتبها طبعاً مثل العربي كم انتا شاسيب على الأنغليزال فيها الصف العرب الأي والبي خلاص شكراً، قولت بك كيف تكتب؟ مرحباً مع محمد سلاحك حدث بالانجليزية حدك تقولها حدث لا 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 شوف كذا ينجح صاحب الانجليزية الواد الله جعيه ودعمه يقول إذا ما كنت جريه في الوقت انجليزية وليدي ولا ما تتعلم الواد عنده لغة انجليزية ما شاء الله ما بقل حين ساكن في امريكا ما سعد خلا تمشي الواد متكلم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم حقيكم الله حنا طبعا من ضمن فقراتنا عشان يكون عنده خبر المشاهد انه عندنا فقرة حدث في رمضان وحبين اليوم نتكلم عن نربط حدثين في رمضان اللي هما بس ببدأ بداية عشان بداية استفهمية انه زي ما تعرفون انه كل نبي لما ارسل لقاومة معاه معجزة معاه معجزة يقدمها القومة اللي هما محمد اشتهروا فيها مثلا موسى لما جاء عند قوم فرعون ايش كانت قوتهم فيه بالسحر فكان عنده العصة واليد اخرجها من جاي ببيضاء نوح جاء معجزة الناقة شي عظيم صالح نعم قوم صالح اه اه وكانوا مهنتهم عظيمة اللي هو نحت الجبال جميل فكانت كل معجزة متوافقة مع معجزة معجزة القوم نفسهم ايش كانت معجزة العرب معجزة العرب ايش كانت القرآن البلاغة والفصاحة فكان لابد من معجزة تتناسب مع اه قوتهم اه قوة العرب في الفصاحة والبلاغة فالله سبحانه تعالى انزل القرآن فالقرآن انزل في رمضان ورسول صلى الله عليه وسلم ايضا بعث في رمضان وهو يتعبد في غار حراء هذا الحدث الرئيسي اللي صار في رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فارتبط شهر رمضان بنزول نزول القرآن وايضا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جميل حنا الآن نبقى نتكلم عن نقطة ايش نقطة انه ارتبط معجزات العرب معجزاتنا حنا البلاغة والفصاحة واستقامة اللسان وايضا الطلاقة جميل الآن سؤالي اللي حنا نطلع منه من فكرة حدث في رمضان وانه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم العرب الآن هل هم يقارنون بفصاحة وقوة وبلاغة العرب سابقا لا ما اتوقع ام انه حديثنا اصبح ام حتى نحن مرات انت تشوف تستمع الشخص كلماته ممكن تكون منطوقه صحيح او مخارج حروفه صحيحة في الكلام تكتشف انه في طفولته او بصغره كان في مثلا حلقات او كان متعود على سابقا في السؤال انا اذكرني سألت لي دكتور سألت لي دكتور سألت لي دكتور بل بروفسور بروفسور في اللغة العربية بقولك حاجة بروفسور في اللغة العربية جلست معه سألته قلت له يعني ما هي الطريقة الاسهل لتقويم لساني بحيث يكون فصيح اذا جيت اقرأ او خاص باللغة العربية قال والله شوف عن تجربة يا سعد وعن حاجة مجربة وحياتي الدراسية كلها لم اجد مثل قراءة القرآن حتى تعدل لسانك فقراءة القرآن الكريم سهلا تجعل الفصاحة لديك اكبر واجمل واقوى الان 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 الله مصر محمد معجزة العرب كانت الفصاحة والقرآن والقرآن انزل في شهر رمضان فاكثار الناس من قراءة القرآن في رمضان سواء لاطفالهم البنات حفظ الصور هذا يقوم السنتهم يجعلهم اكثر فصاحة يجعلهم اكثر طلاقة انا لاحظ مرات في برامج تلفزيونية لما يسوموا اللقاءات مع الناس مثلا تحس ان الانسان تجي عقده من الكلام او فيه حتى مجلس رجال مثلا حلو بعض الشباب مثلا او الشبال اذا هم مو متعودين على القراءة تجي عقده ما يعرف يرد ما يعرف يتكلم ما يعرف ياخذ ويعطي ما عنده ثقة برغم انه كانت معجزاتنا حنى ايش؟ اللغة فلو في عندكم امثلة او شيء امثلة او حاجة من هذا القبيل انا ليش اتحطينه حلص اجي مثلا البزارية تفضل لا لا محجوم حجوم يا ابو احمد محجوم انا كذا وضع اي كذا ربس اول من بديت قول فيني السؤال انا صفك لانه سؤال لانه لانه لا تشتت في حاجة اللي هي انه هل اللغة العربية الان مثل قبل ايه مثلا ايه هذا السؤال الاول وجاء السؤال الثاني قال بس قلت بس أله عشان لا تشتت ابي قلك شيء رسول الله سلم ترى في مال الحديث او ذا انه اذا جاء المولود انه يتربى اربع سنوات وخم سنوات يكون في القرى صح في البادية في البادية وهي القرى في البادية صح اسلام اسلام يا فارس معلومة حلوة فارسة ايه يتربى في البادية ايه يقوي لسانة يقوي لسانة يقوي حتى يقوي حركته ذا ما يكون يعني يجالس أو شيء زي كي فهذه النقطة الأولى النقطة الثانية ترى القرآن اللي ما يقرأ قرآن ويقرأ قرآن تلاحظ عندها غلاط في بعض الحروف صحيح القرآن يطل على الغلاط اللي في الحروف اللي أنت غلط فيها يعني مثلا الله يذكر بالخير عبدالله ابن الدفن حرف القاء هذا قاء غاء غاء طيب صحيح سبحان الله بعدها عبدالله ابن الدفنة صاري ينطق القاف ينطق الحروف عجيب فهي النقطة الثالثة اللي هي أنا سمعتها بذلك ترتجت كلام هل هي مصحة أو لا مؤد نعمة تكبير لا يصير زيّ طلبت الهلم اللي قال نحن شاعد اللي محبحة لا مهي محبحة لا مهي محبحة يقال أن يقال أن اللغة العربية يقال أن لغتنا الآن ليس لغة عربية في الصحة مثل كب عجيب أنها لغة أيديية ولغة زيّة عمي ممكن العمية اللي حالا جاستنا ممارسها نعمة بعدها ما هي لغة عربية العمية اللي نمارسها نعمة لغة عربية لغة عربية أنت تعرفوا الشيّ كيف حالك يا أخي أين أنت؟ ما بقل أعلمات حتى وخارب هذا اللي يتكلمون على الضاري هذه بس ذكرت موقف أنا يوم كانت أتخلص صح؟ نعم طويلة داخلت طويلة ورط 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 هلت مش تبقى تقول وراح أن تقول وقسب بها وقل ورط بالوصحة وقل تقصد أننا يا فارس من حرص العرب أخير من أن أغلص أنا بقول إيه ولا؟ أنا شفت داخل هناك دخل دخل دخلت أنا أعصّل لا أنا داخل دخل صح هاته غلط من حرص العرب قديمًا أنت تقول من حرص العرب قديمًا أنهم كانوا يرسلون أطفالهم للبادية عشان الله نصي يحمد تعلم الفصحة والفراسة وغيره تفضل يا سرور أزلب على أقول حلنا يمكننا نقرأ قرآن نعتقد كلنا أننا كنا نعارفين القراءة الصحيحة تمام الله يذكره بالخير أحمد سعود يوم أننا كنا ومسي بالخير يمكننا نأخذ تلاواته صحيح لنا قرآن أول ما بدأ قال خلنا نبدأ اليوم قراءة الفاتحة الكل يقرأ نبدأ بالفاتحة ما في أحد عده بدون خطب تخيل وين فاتحة يعني كقراءة قرآن يعني صحيحة أخطاء عندنا في تلاوتها وطر الموضوع يوم قال أخا هو كان رجال أحيانا يعني مثلا هم عنده مداء ثقيلة مرة حلو بس إنه ما شاء الله إذا قرر القرآن ينساها صح وعلى طال الموضوع في كان عندنا أنا كنت أدرس دوره إنكليزي كان عندنا واحد إذا جاي يقول مثلا تيتشر ولا بينادي الأستاذ خلني بيقولها بالعربي عشان ما يقالي زي وش كان يقول يعني مثلا يقول بيقول أستاذ ما يقول أستاذ على طول لا يقول يأخذ يمكن عشر ثواني سبحانه بعدين يقول أستاذ هذه السبب تأتأ ما أعرف تيجي من بأس صغر جدي أعرف في كل شيء يعني مثلا يقول له طيب وات زر نيم يقول له مثلا هو اسمه محمد هو يقول ما 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 محمد كان عنده تأتأ والله يا رجال إن هذا الحاصل هذا حاصل معنا في دورة إنجليزية إذا طرعنا نصلي المغرب كانت الدورة من العصر إلى العشاء نطلع للمغرب نصلي يأم فينا ولا تأتأ والله ولا تأتأ أنا ما أمون عليها القاعة كبيرة وكتونا في بدايات نحن إلتفت أنا أتذكر هو خويل يولا ولا موحب صحيح مشيت رجعنا الآن دققت فيه هنا في الصلاة بس كنت شاك هل هو ذاك ولا مو بو رجعنا للدورة اللي أشوف هناك جالس إلا هو نفس الموضع تأتأ جاء صلاة العشاء قبل صلاة العشاء طرعنا الآن للدورة في صلاة العشاء جيت سألت قلت يا أخي أنا ملاحظة قال عارف قصدك شان الصلاة وكذا هو متوقع الصغار فقلت له وإش السر؟ أقول أنا وإش السر؟ قال والله ما فيه سر إلا أني سبحان الله من يوم أجرى أقرى القرآن ينطلق لسان انطلاقة عجيبة في غيره ما أقدر فهذه تعتبر معجزة من المعجزات يعني اللي أحدثت في القرآن أني سبحان الله شوف كيف معنا على صعوبتها إلا أن يكون فيه طلاقة فيه موقف شي مرتبط بالفصاحة أو بلاها جاء في بالي فيه الحجاج جاء الحجاج الحجاج كان يرسل ناس نسميهم لهم العسة زي العسة عرفت؟ لي آخر الليل ألمهم صاد لهم مجموعة شباب الثلاثة صاد منهم لماذا يعني أرسلهم بالليل؟ أرسلهم بالليل لأن أحبت حضر تجول هو يقول ما أشوف ابن أمه على طبعاً بالله جد طبعاً لا أشوف نفس لا أشوف واحد ينوط في الشارع لا ابن أمه ما هي لا يوط وطيت في بطن ما عنده وطيت في بطن عنده قصر قبل أرسله هو أرسله بعد نفس الشيء مثله واحد على طاغية وأرسله وشاف الثلاثة من الشباب طلعوا الشباب هذول الثلاثة يعني ما هو فصاحة بل عندهم يعني يعني شيء خرافي في فصاحة باللغة عربية سأله قال سأله أول طبعاً من الثلاثة سأل واحد على طول قال لها أنت من أنت؟ عرفت سأله قال قال أنت من أنت؟ أنا طبعاً أنا كتبته عشان بس ما أبلاش باي قال أنا ابن من دانت الرقاب له كذا على طول ما بين ما بين مخزومها وهاشمها تأتي إليه الرقاب صغيرة ويأخذ من ماله ومن دمه الجزار عرفت لها ما بجزار تعب عليك هذا يحسب لغب لا لا المهم يقول أسحبها 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 أنت العسكري هذا حق الحجاج وداها لذا قال أنت من أنت يعني اللي وش ذا اللي ترخي الرجال لك رقابها وأنا موجود الحجاج طلعوا إيش؟ حلاك أنا ولد الحلاك شفت شفت والله اللي ما أقول قال الجزار الجزار وش دخل الجزار سب الله اللي أقول جزار بحلاك يا أخي ما ديني لك أخي الشاهد عشان ما نطع بس من الشاهد يعني الرد في اللغة ما قال أنا ولد الحلاك عشان عشان شفت ثاني شفت ثاني بالله عدها لأنه بعدها من أخذ المسابقة بس عد لبيات أبعيد لبيات يقول أنا ممكن ما جيد عندي شيء ما بين مخزومها وهاشمها تأتي إليه الرقاب صغيرة ويأخذ من ماله ودمه طبعاً ترى الحلاك من هو كان يحجمون أيضاً باقي واحد كانوا يحجمون وفي دن نقول له يعني ما وش أنت من أي قبيلة دنك ويحد راسك حد أنتهينا إلى هنا وإلى الرقاب سرور سرور في واحد في واحد هذه من الفصاح في إضافة بس مهمة ثلاثة ثانية بالضبط في ميزة باللغة العربية أنها توسع مدارك ما اسمه الحنجرة فأنت تنطق العين من هنا وتنطق اللام من هنا وتنطق عليك فلذلك تشوف الطلاب المبتعثين السعوديين لما يتقل الإنجليزية يقدر يقلد اللهجة البريطانية يقدر يقلد اللهجة الأمريكية وهذا دليل على أنه اللغة وسعت مدارك وهذا أنه الطلولة النقطة الثانية عدد التقاطيع بالكلمات مثلا طأطأة زين؟ كلمات كثيرة باللغة العربية من كثر إتقانك لها وش يصير؟ تروح عندك المصطلح اللي طاه عندنا جديد هو التكليج خلاص، أنت ما تقرأ كلمات كثيرة من التوية مكرين، مفرين، مقبلين، مدبرين معاً كجل مودي، صخرين، حطاً الشيء من الحين كل ذا قاعد يتحرك فما تكلج مستحيل الشغلة الثالثة اللي ما فيها أي ارتباط زين؟ أو لها ارتباط بسيط أقرب لغة إلى اللغة العربية هي اللغة المنطية المنطية وشي؟ نختم بالوقف، وقف جمعية البر بالقنفذة، وقف صنائية المعروف، وقف يخدم جميع أوجه الخير بالقنفذة، أيتام، أسر، مساكن، مشاريع مياه وغيره، أنت طلعت على مشاريع المياه؟ أنا من الأشخاص اللي طلعت، طبعاً قبل كل شيء، نحتاج فقط تحكيم عمول في الكلام اللي أقول لكم حاجة سبحان الله، أنا طلعت أنا ومنيف طلعت أنا ومنيف أحد المشاريع في القنفذة بالله ركزوا معي فيه يا شباب والله العظيم كانت عبارة عن مشاريع خزانات المياه قسماً بالله يا ناس يعني وصلت مرحلة إلى أن بعض البيوت ما يصلها الماء النظيف الجمعية جزاهم الله خير، تخيل أنك تدفع قيمة مئة ريال، مئتين ريال، أنا أعرف وأجزم بل أحلف بالله العظيم أن بيوتنا موجود فيها الدين وموجود فيها الدين وموجود فيها المريض وموجود فيها التعبان والمسحور والمعيون موجود كثير من بيوتنا موجود على ما قال محتاجين من حوائج الدين الكثير والآخرة أيضاً يا أخي أنت لو تدفعها في الوقف وتتصدق عن نفسك وعن والديك تجدبها عند الله سبحانه وتعالى تحول بيك وبين نار الله سبحانه وتعالى تحول بها على ما قال تكون طريق لك إلى الجنة تكون لك نور في قبرك فيا أخوان أقسم بله أن نحتاج إلى تحكيم عقول إنحن لو مثلاً تصدقنا بهالمبلغ وساعدنا أسره ووصلنا لها موية ولا كفلنا يتيم وصار هالمبلغ في حساب الجمعية وتساعدنا أنا وأنت أيضاً يا أخي شيء لله لا وأيضاً ما نحن فيه شهر شهر رمضان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسل على سبحانه صلى الله عليه وسلم صح أو لا؟ صحيح فهنا نقتديبه يا أخوان يا أخي قاسم من الله العظيم نحن ندخل مطاعم وبدون حلف وكلنا الشهادة ندخل ونطلب بـ 400 أو 600 ريال ونجلس ونقوم من الصفرة وباقي فيها من الأكل أنا ما أقولك لا تحرم نفسك لا والله يزيدنا وإياك من فضلة لكن اجعل لك نصيب أيضاً في هذا الشهر الكريم تكفون يا ناس يعني تبونها بالنخوة بالدين على ما قال لا توقفون واجعلونا وإياكم يد واحدة حتى نقوم بهذا المشروع أجزاك خير وهذا شيء ما ما يحتاج إن شاء الله هالخير موجودين أحسنت وهالجمهور بداية عادة معوزين وسباق نعم وسباق وأهل الخير عادة دائماً وأبداً هم قادرين على إن شاء الله نحن نكون معنا من اليوم بإذن الله أنا متاكد أنه من أمس مو من اليوم أن فيهم الخير وبدوا فينا